طيب سريعا بقى نروح لأخبارنا السريعة قبل ما نخش على الصحافة العالمية بنيسيوس طبعا نجم ريال مدريد يعني خلاص رئيس ريال مدريد تم التجديد عقده مع النادي الملكي عقد بنيسيوس هينتهي ان شاء الله في عشرين اربعة وعشرين طبعا رمانو طبعا خابير الانتقالات اللاعبين والمدربين في اوروبا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر سيوقع بنيسيوس على عقده الجديد مع ريال مدريد الذي يمتد لعشرين سبعة وعشرين في الايام القادمة بنيسيوس طبعا كان عايز التوقيع مع ريال مدريد حتى ستة وعشرين لكن طبعا سيمد التجديد لسبعة وعشرين كمان اضاف رمانو ان بنيسيوس هيوقع مع ريال مدريد لمدة موسم اضافي بناء على طلب شخصي من بيريز طبعا لتكون مدة العقد خمس سنوات بعد ما كان طبعا بنيسيوس بيقول اربع سنوات كفاية لكن هيمدي على خمس سنوات بيريز كمان قال تجنبا للمشاكل المستقبلية وافق طبعا بنيسيوس على هذا العرض تأرير اسبانية كمان بتقول ان ريال مدريد هترفع عقد فينيسيوس من ثلاثة مليون يورو ليصل الى عشرة مليون يورو بالموسم ضمن اعلى الرواتب في ريال مدريد طيب اكيد لعيب مميز جدا يستحق عمل يعني بطولة خاصة بطولة الشامبلنس ليج على اعلى مستوى ويستحق هذا العيب صغير في السن عنده قدرات كبيرة جدا جدا يوقع عاد لمدة اربع او خمس سنوات لعشرين سبع وعشرين مع الملكي طيب نروح لتشيلسي النادي تشيلسي اعلن بشكل رسمي تحني تنحي طبعا بروس بيك ده رئيس النادي يعني منصبه بعد طبعا ادارته للنادي لمدة تسعتاشر سنة وبعد التقرير قالت ان بروس مستمهر كمستشار للنادي الانجليزي طبعا بروس تولى المنصب كرئيس للنادي بعد استحواز الروسي طبعا رومان براوموفيتش رئيس النادي السابق او صاحب ملكية الشيلسي السابق على ملكية النادي في 2003 وبصراحة جعل الفريق اصبح واحد من افضل اندية على مستوى كورت القدم في العالم واصبح علامة طبعا علامة تجارية معترب بيها عالميا يدبح طبعا الملايين حق شيلسي 18 لقب محليا وقريا ودوليا خلال فترة بروس بيك مع ابراوموفيتش طبعا يعني في 19 سنة من النجاحات الكبيرة جدا والبطولات كبيرة جدا جدا طبعا البلوز طبعا كمان بدور السيدات لمدة 12 لقب زي ما اقول لحضراتكم يعني رئيس النادي خلي بالك بتختلف شوية المناصب يعني رئيس النادي هناك بيكون يعني ليه علاقات شوية بالتعاقدات لكن طبعا 19 سنة بروس بيقضيها مع تشيلسي ولكن انتهت علاقته بتشيلسي على مستوى الرئاسة ولكن كان مستشار رياضي لهذا النادي هو مستمر بشكل كبير طيب كمان ريتشارد ارنود الرئيس التنفيذي اللي فريق منشستر يونايتد يعني عنده شوية مشاكل هو اجتمع مع بعض الناس وبعض مشجيع المن يونايتد مش سعداء هو بيناقش معهم مستقبل النادي بعد طبعا يعني الاحتجاج كان على مستوى الجماهير كان الاحتجاج كمان خارج منزله ارنود قال للمجموعة اللي كانت متواجدة خارج منزله ان النادي يعني او المجموعة بتقول له هو ليه النادي بيحرق فلوسه في تعاقدات وفي بعض اللاعبين غير المجيدين للمان يونايتد ويعني بيقول ان هناك اموالا متاحة للمدرب الجديد ايريك هانج يعني ايقاف هذا النزيف والقدوم بلعبين جدد على مستوى المان يونايتد عايز اقول له حضراتكم ان التعاقدات الجديدة كان طبعا هناك تسوية مع بول بوكبا زي ما حضراتكم عارفين ان هو هيروح لليوفنتوس وبعض اللعيبة زي يعني اخوان ماتة كمان من دمن اللعيبة اللي هيتركه النادي بعد انتهاء عقدهم زي ما حضراتكم شايفين احتجاجات احتجاجات على الاسعار على الاسعار اللعيبة والمبالغ الكبيرة جدا جدا اللي صرفها المان يونايتد خلال السنوات اللي فاتت وكانت طبعا المحصلة صعبة جدا محصلة صفر يعني واحنا نوهنا من خلال هنا المحترف ان الارقام الكبيرة جدا جدا اللي بتتدفع في المان يونايتد لاستقدام لعبين على مستوى عالي زي ما بقول لحضراتكم مش المال بس وقاررنا هذا المستوى وهذه الاسعار او هذه الاموال بما انفقه يورجن كلوب على ليفر بول وشوفوا النتيجة في الاخر ايه اين المان يونايتد خلال السنوات اللي فاتت وليفر بول فين فعايز اقول لحضراتكم ان كمان مشجعي اليونايتد كان عندهم صورة كبيرة جدا وطبعا في يعني الفترة اللي جاية فيه ادارة هولندية على الادارة الفنية وطبعا كل الناس بتتوقع تحسين الصورة بالنسبة للمان يونايتد خلال السنوات القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة